أين الحلول التي تنهي الخطوط المتقطعة أو المتفجرة؟ وإن تلك الخطوط التي تمد العراقية بكهربائه ومائه؟ أسئلة كثيرة للإجابة أكثر من مشهد قد وصلت حدوده إلى إعلان حرب مستمرة لا عسكر فيها أو جنود إنما عبث ممنهج بثوابت الفوضى يفرق دم الأبراج بين القبائل أو تياره الكهربائي في أقل من 24 ساعة يخسر العراق الستة عشر برجا مع كارثة أكثر موتا عندما تأول التحقيقات إلى ألغام مزروعة تحت أبراج أخرى يحدث هذا كله في الصيف الذي يغيب عنه أهم ضيف بلغز يعرفه العراقيون لكن لا طريقة إلى فاعله غير الكلام المباثر همسا في الظلام وبين فصائل خارجة على القانون وأخرى تحت عباءة الإرهاب وثالثة يقال إنها إيران ورابعة أيضا تضع نفوذ السياسة وصراع الكراسي جميعها الشعب معيار حرب القوى فهو الضحية ونقطة الضعف الأولى والأخيرة حتى وإن ذهبت حياته سدى استرار على افتعال الحرائق وتدمير الكهرباء وتحطيم مشروعاتها وفرصة العراقيين بالعيش رغما عن أنف الموت الذي يلاحقهم في كل ساعة ليطرح السؤال المتهكم على ما يحدث من ظلم وظلام كم برجا مدمرا يحتاج العراق ليهنأ شعبه بالحياة؟ اشتركوا في القناة